تلقى جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة رسالة خطية من قداسة البابا فرانسيس تضمنت شكرا وتقدير قداسته لمملكة البحرين على افتتاح كتدرائية سيدة الجزيرة العربية في العاصمة المنامة كما أشاد قداسته في رسالته باهتمام الملك حمد بتعزيز العلاقات بين مختلف الأديان والثقافات جاء ذلك خلال استقبال جلالته لعميد مجمع تبشير الشعوب في الفاتيكان الكاردينال لويس أنتونيو والوفد الفاتيكاني المرافق وفي ذات الصياق وخلال استقباله للكاردينال لويس قال الأمير سلمان بن حمد ولي العهد البحريني إن مملكة البحرين تعد نموذجا في نشر قيم المحبة والتسامح والانفتاح الحضاري كما أنها حريصة على تعزيز المبادرات الساعية لتعزيز ثقافة التعددية والحوار إيمانا منها بأهمية التقارب بين الشعوب والثقافات وتكريس السلام ويشار أن المسيحية في البحرين تشكل ثاني أكثر الديانات انتشارا بين السكان بعد الإسلام ولدى المسيحيين فيها ما يزيد على عشرين كنيسة تتوزع بين الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس ويمارس جميعهم شعائرهم الدينية بحرية كاملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر